لو انت مهتم بالديتابيز وعايز تعرف ايه اللغة اللي مكتوب بها الجداول دي والتواصل والترابط اللي مع بعضها وازاي بقى لما بتدخل بيانات في جدول معين بيسمع في الجدول التاني طيب بعد ما انت دخلت البيانات بقى ايه المرحلة اللي بعد كده وازاي بقى تحلل البيانات دي وزيطلع بنتايج ممكن تستفيد بيها او تفيد الشركة اللي انت شغال فيه الشركة طبعا اللي عايزة تطلع باكبر استفادة من ال data اللي جمعتها خلال السنين اللي فات عشان تبقى عارف ان اهم حاجة في العصر اللي احنا فيه ده هي data فالشركة بتبقى عايزة تستفيد اكبر استفادة من ال data اللي جمعتها خلال السنين اللي فات عشان تعرف ازاي ما بيعتها حصلت وازاي هي تحسن البيع ده في المرحلة اللي جاي اللغة بقى اللي انت بتتعامل بيها مع ال data base ازاي تنشئ الجداول وازاي تجيب البيانات وتتعامل معها وازاي طبعا ان انت تحلل البيانات دي وتجيب المعلومات منها احنا طبعا بنتكلم على لغة الاسي كيو ايل فتعال اقولك في الفيديو ده ايه الاسي كيو ايل والمجالات اللي بتدخل فيها وايه الفرق بين هنصرين اساسيين في الاسي كيو ايل هما الديدي ايل والدي ام ايل فلو انت مهتم بالاسي كيو ايل كمل معاه الفيديو للاخر عشان هقولك على معلومات مهمة وجديدة هتفيدك لو كنت انت طالب او بتشتغل وعايز تعرف اكتر عن الاسي كيو ايل في سنة تانية او تالتة في اي كلية كمبيوتر ساينز عندها صحة سبات اي حاجة دايما بتلاقي مادة الداتا بيز او ببساطة في اي بروضك انت عايز تقدمه دايما هتخبط في مصطلح الداتا بيز او قاعدة البيانات الاول انت محتاج تبع عارف تخزين البيانات وازاي انا مثلا شركة عايزة خزن البيانات بتاعتي عشان بعد كده اقدر استفيد منها وبخزنها ازاي والكلام ده كل فانت عشان تخزنها وعشان تبني الجداول والحاجات اللي انت هتخبط فيها البيانات دي كلها لازم تستخدم الاسي كيو ايل الاسي كيو ايل هي لغة انا باستخدمها عشان اكريت بيها داتا بيز لمنظمة او شركة معينة عشان اكريت الداتا بيز دي باضطر استخدم مجموعة من الاوامر ومجموعة من العناصر الاساسية للداتا بيز واسهر عنصرين معروفين في الداتا بيز هو الدي دي ايل والدي ايم ايدي الدي دي ايل اختصار للدي تفينيشن لانجوج ده معناه تعريف البيانات وازاي انا بقدر ادخل البيانات دي عشان اعمل بيها تيبو المعينة واشهر اوامر معروفة في الداتا تفينيشن لانجوج خلال الاوامر دي بقدر اكريت الداتا بيز بالمتطلبات اللي انا عايزها او اللي الشركة عايزها في عندي اكتر تلات اوامر معروفة وهي دروب والتر وكريات طيب انا عندي دلوقتي الدنيا فضية خالص وعايز اعمل داتا بيت فاول امر باستخدمه هو امر كريات بقدر اكاريت بتابل اعمل بتابل يعني تابل دي يعني جدول جدول بحطي في البيانات بقدر انشئ بيه عمود معين اي تابل انا عايزها واي جدول انا عايزه وطبعا باي نوع متغيرات يعني سواء النوع ده كان انتجر شار اي حاجة النوع ده نوع البيانات اللي دخله في الداتا بيت يعني انا لو عندي دلوقتي بيانات خمسة مية مية وعشرين فدي انتجر لو انا عندي محمد مثلا فضية شار اي داتا طيب انا عايزه وحجم الداتا بيت اللي انا بكريتها بتبقى بناء على حجم الداتا اللي انا عايزه امر التر ده بقى انا باستخدمه عشان عايز اعدي الحاجة في الداتا بيت اللي قدر او عايز اعدي الحاجة في الجدول اللي قدر اوبجيبت بقى زي ما قولنا انتجر اي حاجة الطيب بتاع العمود مثلا عايز اغيره يعني تخيل معي مثلاً العمود مكتوب فيه أمير أحمد محمد كذا 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 وفي الطيب فوق مكتوب إنتجر طب إزاي؟ فأضطر غير الطيب ده فأنا باستغلم في الحالات دي أمر ألتر فأنا عندي دلوقتي أمر ألتر بعدل فيه أي حاجة في الdatابيز أنا عايزه من خلال إن أنا بحذف الحاجة القديمة وبحط مكانها الحاجة الجديدة اللي أنا عايزه طيب إحنا خلاص كده عملنا الجداول وعدلنا عليها تعال أقول لك بقى إيه أمر دروب ده وإزاي أنا بحذف الحاجة اللي أنا مش عايزه طيب أمر دروب باين من اسمه وبقدر أمسح به بقدر أمسح به عمود معين بقدر أمسح به الداتا كلها يعني افرض أنت دخلت داتا غلط مسلاً وعايز تمسحه ففي الحالة دي بتستخدم أمر دروب عشان تمسح الداتا الغلط اللي أنت دخلته طيب إحنا كده تكلمنا بقى عن الدي دي إل إركين الدين دي إل دلوقتي تعال بقى نتكلم على الدي ام إل الدي ام إل أو الدي تا منيبيوليشن لانجوج دي المرحلة بقى اللي بتتم على الداتا بيز بعد ما انت كريتتها وأنشأتها وخلاص والدنيا تمام تبقى عايز مثلاً تطلع حاجة من الداتا دي عايز تعدل على حاجة عايز مثلاً من اسم كذا لإسم كذا عايز للآي دي من كذا لكذا كل الحاجات دي أي معلومة انت عايز تطلعها من الداتا بقى يعني أنا دلوقتي بعد ما كريتت التابل وبعد ما عملت ألتر تابل وكل الكلام الجميل ده كله مثلاً أو أنا شغال في شركة فالتيم نيدر بتاعي بيقولني أنا عايز مثلاً مين اللي اشترى الحاجة دي في الوقت المعين في يوم كذا ويبدأ يا فاطلي المتطلبات اللي هو عايز يبتدي يقول لك مثلاً أمير ده عنده كم سنة أحمد ده بيتعامل مع الشركة من إمتى ايه أكتر منتجات أحمد ده عايزها كل دي معلومات وكل دي حاجاتها تفيد فأنت كده دخلت في الجزء التاني وهو في تلات أوامر أساسية بتستخدم فأحنا هنبتدي بأول أمر معانا وهو سيلكت سيلكت ده بقدر أجيب بيه حاجة معينة من الديتابات يعني أنا عايز أجيب مثلاً محمد ده بيتعامل مع الشركة من إمتى فأقول مثلاً سيلكت آآ كذا فروم التابل المعين وحط الشرط بتاعي فبناء على السينتاجس بتاع السيلكت أكتب إيه اللي أنا محتاجه من أنهي جدول وهو هيتعامل ويطلع لي الحاجة اللي أنا عايز ممكن أطلع حاجة معينة بس ممكن أطلع عمود كله ممكن أطلع الجدول كله طبعاً يعني ممكن أطلع أي حاجة أنا محتاجة طيب تاني أمر معانا وهو أمر ده أنا بدخل فيه القيم اللي أنا محتاجها في أي حاجة برضو زي ما قلنا وكذلك الديليت وكذلك من أساميه وبقدر أن أنا مسح حاجة في الديتابيز أو أحدث حاجة في الديتابيز وطبعاً كل حاجة من الأوامر دي بناء على السينتاجس بتاعها أنا بستخدمها وأطلع لي النتيجة في الآخر اللي أنا عايز يبقى إحنا كده عارفنا إيه هي الـ SQL وإيه الـ DDL والـ DML الـ DDL ده أنا بنشئ الديتابيز من الأول وبقدر أنشئ جداول واعدل على الجداول دي والـ Data Manipulation Language اللي هي الـ DML دي بقى أنا عايز أستخرج حاجة معينة عايز أعمل عليها أناليسيز والكلام ده كل طيب تعالي بقى أقول لك إيه المجالات اللي الـ SQL دخلة فيها بشكل أساس المجالات اللي الديتابيز دخلة فيها مجالات كتير أول أول حاجة الـ Data Base System بتاع الشركة يعني الـ Data Base Management وتبتدي بقى بعدها تدخل في الـ Data Analysis طبعا عشان أنت تبقى كويس في الـ Data Analysis لازم تبقى فاهم SQL كويس جد كذلك أي حاجة اللي هي علاقة بالـ Sys طيب إحنا كده وصلنا للمرحلة مهمة في الفيديو وهو أنت تتعلم SQL منه أول حاجة أنت ممكن تبدأ من خلال مصادر مكتوحة أو يزئي اليوتيوب مثلا اليوتيوب علي قنوات كتيرة أو يشرح في الـ SQL وأشهر كورس معروف على اليوتيوب يعني بالنسبة للمجتمع العربي هو كورس محمد الدسوقي أو الدكتور محمد الدسوقي من حفظ الألقاب الكورس ده ناس كتير أول تشرح فيه هو بدي معك بالـ SQL Server من الصفر لحد ما توصل لمستوى كويس فيه وطبعا في ناس كويسة أو أجانب وطبعا يبقى كويس برضو عشان تحسن اللغة بتاعتك وتعرف المصطلحات الأجنبية في المجالب وكمان ممكن تبدأ تتعلم من Udacity أو Coursair ودي أشهر منصات معروفة على الانترنت وممكن تتعلم منها SQL خلي بالك في كزا من الـ SQL زي الـ SQL Server MySQL طبعا انت هتختار اللي انت حبه واللي انت هترتاحك التعامل معاه بس انت مثلا لو رحت سمعت قرص الدكتور محمد الدسوقي على اليوتيوب هو بيستخدم SQL Server وانت ما عندكش أي خلفية عن الموضوع فهتستخدم SQL Server عايز تعرف الأول عن الـ SQL Server والـ SQL Server والأوراك وتختار اللي انت حبه وبناء على كده تشوف مين الـ Instructor اللي انت هتتابع معاه وبيشرح بالحاجة اللي انت حبيبها دي وهتكمل معاه طيب لو وصلت معاه لأخر الفيديو فأنا أمير شحاتة وإحنا على Online Data Tech بتنساش تشترك في القناة واتتابعه على كل منصات السوشيال مني اشتركوا في القناة